السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحباوي ومرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ختمنا الجميعا يا رب في الفردوس الأعلى طب معانين في رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولينا حق إحنا سعداء وفي قمة سعادتنا بإن ربنا هو الله سبحانه وتعالى الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعة لما كان بيتكلم عن الرضا فقسم وهو والإمام النتامية قسموا الرضا ثلاث أنواع الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى والرضا بأرزاق الله سبحانه وتعالى والرضا عن الله سبحانه وتعالى أو الرضا بالله سبحانه وتعالى وقال الإمام ابن تيمان والإمام المقيم بيقوله بقى كلمة عهيبة جدا فبيقوله وشتانا شتانا بين الرضا بالله والرضا عن الله فالرضا عن الله يصح من المؤمن وغير المؤمن إن هو يرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى تلاقي واحد مش مؤمن ويحصل له حاجة وحشة ويقول لك الحمد لله كله خير والله إنما الرضى بالله إن انت ترضى بالله ربا وإلها وخالقا ومعبودا ورازقا سبحانه وتعالى احنا سعداء وفرحنين إن ربنا هو الله سبحانه وتعالى ومما زادني فخرا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم كلمنا في المرة اللي فاتت ووقفنا مع موجز أنباء الآخرة عن الموت وجاءت سكرة الموت بالحق إن الكل مروح يقينا محدش هيخلت لإن ربنا قالها لسيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الإنس والجن والملائكة حتى حملت العرش حتى ملك الموت حتى الموت نفسه هيموت سبحانك يا ربي ربنا يا ربي يجبعنا وقياكم على الخير يا رب قلنا هنلتقي النهاردة مع رحلة أرواح المؤمنين في رحلة في رحلة عظيمة جدا أجمل رحلة في الكون ده كله حان الإنسان يقول نفسه أطلع رحلة مش عارف لبلد إيه ونفسه أطلع رحلة إذا رجب بعضهم بقول ليه فأطلع رحلة للأمر لا ده أنت مش هتروح للأمر واسد أنت هتعدي لما بعد السماوات السابعة وهتعدي لما بعد صدرة المنتهى وهتكون إن شاء الله إن شاء الله بحصة ظنة بالله سبحانه وتعالى تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى وإن ممكن ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى اللي هو سقف عرش الرحمن كما صح الحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا رب جمعنا في الفردوس يا رب اللهم آمين تحال نشوف مع بعض رحلة أرواح المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روه أحمد والحاكم بسند صحيح قال إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة خذ بالحضرتك واخذ بالحضرتك من يوم ما جينا الدنيا وإحنا مدين لها ظهرنا ومقبلين على الله سبحانه وتعالى وعلى الضار الآخرة إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة خلاص هو عند سكرات الموت خلاص في آخر السكرات نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس الله على المنظر الجميل الله على الروع والجمال اللي في الدنيا أنا نايم على خشبة الغسل أو على سرير اللي أنا نايم عليه على فراش الموت وبعدين فجأة بتبتدي السكرات فترة السكرات بتاعتي وأهلي حوالي وزقتي وأولادي ويمكن أبوي وأمي وحبيبي أولاد عمي وأريبي وكل اللي بيحبوني حوالي ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون انتوا متشوفوش هو بس اللي يشوف ليه لإن إحنا قلنا تبدل البصر بيحصل ثلاث مرات من ضمنها دي المرة الأولى أنا في الدنيا مشوفش الملائكة ولا الجن ولا أرى الله سبحانه وتعالى دم بقى أولى إنما عند السكرات مباشرة دم بقى كده أرى الملائكة أرى ملائكة بيضل وجوه كأن وجوهاهم الشمس ينزلون ويجلسون مد البصر مد البصر بقى شو بتخيل حضرتك لو في صحرة وقدمك في صحة طويلة وكبيرة جدا جدا كل دول ملائكة سبحانك يا رب معينك ممكن تكون قاعد في غرفة مترين ونصف ثلاثة متر لكن ربنا قدر أنهما يكونوا مد البصر لأن مقاييس الآخرة غير مقاييس الدنيا والمود ده أول مرحلة في الضار الآخرة والقبر أول مرحلة في الضار الآخرة فأجلسون مد البصر ومعهم كفن من الجن الله الله متفصل مخصوص لحضرتك ولحضرتك ولا بلاش حضرتك خلي لي أنا ربنا يا رب يرزقنا يا رب يعني حصن لقاء حصن خاتمة ويرضى عنا يا رب وعنكم يا رب العالمين فالملايكة معهم كفنوا من الجنة وحنوط من الجنة الحنوط اللي هو الأطر يعني كفن وكمان بقى إيه مش جايبين ميت موارد بقى ولا جايبين مسك لا ده جايبين بقى إيه ريحة من الجنة الله أكبر ربنا يرزقنا أياكم راحت الجنة مع أن في ناس شموا هم في الدنيا زي سعد بن ربيع وأنس بن النظر شموا راحت الجنة هم في الدنيا لكن إحنا محتاجين ربنا يكرمنا كده ونسلك المكان دوت كده برحيق الإيمان ونعيم الإيمان عشان نشم ريحة الجنة يا رب العالمين ربنا يكرمنا أياكم يا رب بدخول الجنة معهم حنوت وحنوت من الجنة وكفى من الجنة فاجلسونا منه مد البصر ويجهزوا الروح عشان ملك الموت نازل يبقى الملائكة دولت بيجهزوا الروح لمين؟ لملك الموت ثم يأتي ملك الموت الله لحظة حاسمة أنا جسمي بي أشعر منها ملك الموت نازل أصفهم فجأة هنا لو ملك الموت نادى بالنداء الأولاني الله خلاص بقى سعادة بقى نعيم في القبر نعيم في أرض المحشر دخول الجنة ولو نادى بالنداء التاني ربنا عافينا عفيكم يا رب يبقى عذب في القبر عذب يوم القيامة عذب في النار فده بقى المتوقف عليه بقى كل أمل حياتك كلها متوقفة وساعدتك أو الشقائك ربنا عفيك كلها متوقفة على النداء ده والنداء ده متوقف على إيه؟ قربك من ربنا أو بعدك عن ربنا اللي غرسته في الدنيا يا حبيب قلبي هي دي المحطة اللي احنا عايزنا إلحق نفسك إنت هاي إلسا عايش أيوة إنت على قيد الحقيقة إلحق أذكر ربنا يلا سبح كده قول أستغفر قول أقول اللهم صلى على سيدنا محمد أذكر ربنا كتر من الذكر إنت محتاج تسبيحة ممكن تخش بيها الجنة إنت محتاج استغفار يغفر لك زنب كنت هتخش بيه نار فتخش الجنة إنت محتاج أي حاجة تقربك من ربنا سبحانه تعالى فملك الموت نزل وجلس عند رأسي وأنا خلاص بقى على فراش الموت والملكة جهزوله الروح لحد ما بقت عندي الحلقوم وملك الموت فجأة رحمي نادي يا أيتها النفس أنا متخيل برغم أن أنا في الزكارات دلوقتي بس ما قدرش أرفع إيدي ما قدرش أحرق جسمه خلاص ما نفي عتاد الموت فمش قادر أتحرك لكن لو هقدر أتحرك لو قادر هعمل كده هيقول إيه يا رب يا رب يقول لهم مطمئنة يا رب يقول لهم مطمئنة يا رب حرف اللي رايح هيسمع النتيجة بتاعته في سنوية عامة ولا في فبيقول الرقم كذا ناجح والرقم كذا ناجح والله ساقت ولسه هيقول فتقول يا رب فبيقول لك ناجح الله الحمد لله ناجح هخش كله ساقت عيد سنوية عامة وممكن يا بوي يوموت فيها شوف شوف ودي سنوية عامة لكن دي جنة أو نار الموضوع خطير يا جماعة بالله عليكم اللي وراء مظلمة يتحلل منها بالله عليكم اللي بيعقوا أمو ويتوب بالله عليكم اللي واكل فلوس حد يرد ظهاره بالله عليكم اللي ما بيصليش يلحق نفسه أبوس إيديكم اللي ما بيصليش يصلي واللي مش محجبة تلحق نفسها والله بقولها خايف عليكم وانتو عارفين بيحبوك كلكم فملك المتحي نادي يا أيتها النفس المطمئن الله اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان فالجسد يستريح ويلين ونشدت فرح المؤمن في اللقاء جدا الدم هيغلي في عروقه بطريقة لا تتخيلوها لدرجة أن جبينه عمان ينزل عرق 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 إيه حكاية العرق ده النبي قال كده قال المؤمن ويموت بعرق الجبين يا مؤمنين لما حد يموت لك وتلاقي جبينه بيعرق يعرف أن ده حسط خاتبة ليه لأن من فرحته فرحانه ونفسه يتنطط بس هو ميت فالدم يغلي في جسمه كله فيطلع عرق على جبينه سبحانك يا رب فيطلع العرق على الجبين ودي تبقى علامة من علامات حسط الخاتمة فملك الموت أول ما يقول كده فالروح تسيله كما تسيله القطرة ومن فيه الثقاء شفت حضرتك الكوباية دي لو حبيت أدلقها دلقتي الماء هتنزل منها بكل سهولة نفس الحكاية الروح هتنزل بسهولة جيدة جدا فمين اللي ياخدها ملك الموت أول ما ملك الموت ياخد الروح الملايكة اللي معالهم هم جلسين مد البصر لا يتركوها في يدي لحظة وحيدة يجروا مواخدينها وحطينها في كفن الجنة وحنوط الجنة فتطلع منها أجمل ريحة أجمل ريح مسكي وجد على وجه الأرض وتفوحة ريحة وتملأ ما بين السماء والأرض محدش يشمها إلا الملايكة فيصعدون بتلك الروح فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا إيه اللي يحصل بعد كده ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حلقك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد كلنا مشتقين عشان نعرف بقية رحلة أرواح المؤمنين خلاص تلعت روح العبد المؤمن ملأك الموت خدها هم ما سبوهاش خدوها من إيديها على طول حطوها في كفن الجنة وحطوا عليها قطر الجنة وخرجت منها أطيب ريح مسك ووجدت على وجه الأرض والملايكة شموا الريحة روحوا من هذه فيقولوا روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا اسمك كان إيه في اللحظة دي في اللحظة اللي الملايكة بتسأل عن اسمك اسمك كان الأمين ولا الخائن اسمك كان الطائع ولا العاصي اسمك كان المذنب ولا المطيع اسمك كان البر ولا العاق اسمك كان إيه بالزبط هتعرف اسمك الحقيقي في اللحظة دي يطلعوا بعد كده يستفتحوا أبواب السماء السبعة يخبطوا على باب السماء الأولى يقولوا له مين من فيقولوا روح فلان ابن فلان فتفتح له باب السماء الأولى فيشيعه من كل سماء مقربوها الله أكبر اللهم بقى يعارف في الدنيا لما يقولك دول علية القوم علية الملائكة بقى اللهم الملائكة المقربين جدا مش أي ملائكة اللهم أقرب ملائكة وأطوع ملائكة وأفضل ملائكة عند رب العالمين هم دول اللي شيعوك وهم دول اللي شيعونا ومن السماء للتانية يخبطوا على التانية يروح مين ده فلان ابن فلان يفرحوا به جدا ويفتحوا له السماء التانية ويشيعوا من السماء التانية للسماء التالتة أكبر ملائكة مقربين في السماء التانية وهكذا تالتة الرابعة حد السبعة إلى أن يصل إلى السماء السابعة فيقول جل وعلا جل جلاله الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى هو بذاته يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض لجعوا الأرض مرة تانية فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طالة أخرى فتعود الروح إلى الجسد الله حضرتك وحضرتك روحك تلعت السماوات السبعة وكل الملائكة المقربين في السماوات السبعة شيعوا حضرتك أو حضرتك أو أنا لحد ما ربنا جل جلاله يذكرني باسمي يقول يعني أعيده عبدي اكتبوا كتاب عبدي فلان في عليين وأعيدوه إلى الأرض ثم بعد ذلك تعاد الروح إلى الجسد خد بالكم التوافق بقى بين المسألتين في اللحظة ديت أنا بتغسل وبتكفن والناس بتصلى علي والروح طالعة السماوات السبعة حد ما وصلت السبعة السبعة المولى عز جل يقول اكتبوا كتاب عبدي فلان ثم يعيدوه إلى الأرض في نفس الوقت أنا روحي نزلة من السماء ورجع للقبر وأنا لسه رايح والناس براحة بمشياني في الجنازة حد ما وصلوني للقبر دفنوني قفنوا علي الروح نزلت في نفس التوقيت دخلوا حضراتكم فبمجرد منزل القبر ويتقفل علي آخر طوبة أو آخر شوي الطراب في اللحظة ديت مباشرة الروح تنزل وتتلاحم بالجسد في نفس اللحظة ديت يأتيني ملكان قبالك بقى الملاكين دولت لو أنا كنت طائع هيجوني في أجمل وأبهى صورة ولو كنت عاصي هيجوني في صورة مرعبة أوي يا رب جعلنا وإياكم من أهل الطاعة فالملاكين يقوموا مقعدنة أنا نايم في القبر يقوموا مسكني كده ومقعدني ويسألوني ثلاث أسئلة لو تسألهم طفل صغير في كيجيون هيجاوب بس هناك لو معا دكتوراه وكان بيعصى ربنا وما تبشي مش هيجاوب ولو كان كافر مش هيجاوب ولو كان منافق مش هيجاوب اللي هيجاوب هو الإنسان المطيع والإنسان المطيع لا يشترط فيه لأسمى لأن الأسمى دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مطيع وبيعصى بس بيتوب وكله بني آدم وخطاء وخير الخطائين التوهبون ما بني أس حد من رحمة ربنا فالملكين يسألوه من ربك هو عارف ربنا لأنه عاش عشانه وكان بيحبه وكان بيشتاق أنه يصلي ويقف من إيديه وكان بيشتاق يروح له بيته يحج ويعتمر وكان بيشتاق لكل حاجة تقربه من ربنا فيقول بكل ثقة ربي الله ربي مش الدرهم ولا الدينار ولا المنصب ولا الجاه ولا الشهوة ربي الله ما دينك يقوله ديني الإسلام كنت عايش عشانه كان همي كله هو الدين ده كان همي كله إن أنا أخدم دين ربنا سبحانه وتعالى كنت عايش عشانه ليل ونهار كنت آيم نايم كل فكري أخدم دين ربنا ازاي يقوله يقوله ومن الرجل الذي يبعث فيكم يقوله هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقوله وما علمك قال له قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت سبحانك يا رب فينادي منادم من السماء انصدق عبدي المنادي ده طبعا واضح من الكلام إنه هو الله لأن محدش هيقول ده عبدي إلا الله مش هينادي ملك ويقولها صدق عبدي فينادي منادي من السماء انصدق عبدي طب وبعد صدق عبدي يا ربي إيه الجزاء شوف بقى الكلام الجميل شوف النعيم الرائع الذي لا يخطر على قلب بشر صدق عبدي فأفرشوه من الجنة يا ده القبر كله طراب وكله سخور وطراب وحجر ده اللي احنا شايفينه إنما لهناك حاجة تانية خالص فأفرشوه مش من الدنيا مش مكتات وسجاد عجمي وحاجات كده لا 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 من الجنة فأفرشوه من الجنة طب هيتفرشله من الجنة وهو إبا لابس الكفن بتاعه من الدنيا قالك لا ما ينفعش قالك وألبسوه من الجنة بس احنا بنفتح القبر بيليه بنفس الكفن ده اللي انت شايفه إنما اللي حاصل حاجة تانية خالص وده أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها الله وبعدين هيتفتح لي باب للجنة آه باب للجنة باب حقيقي للجنة يأتيه من ريحها وريحانها ما شاء الله أب أنا نعم في القبر وريحة الجنة وعطر الجنة جييني من الباب ده آي نعم جيلك من الباب ده وأنا في القبر ادايق ده وإنت في القبر ادايق ده ثم سبحانك يا ربي يفسح له في قبره مد بصري القبر اللي ربع متر في مترين يبقى دي يبقى مثلا ممكن يكون 20 كيلو 30 كيلو إزاي ما تشغلش بالك دي أمور غيبية كلها سبحانك يا ربي ويفسح له في قبره مد بصري ثم تمام الرحلة ويأتيه رجل حسن الوج الله حسن الوج آه وشه جميل قوي وشه منور حسن الوج حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يصرك الله أكبر بأول كلمة بسمعها في القبر بعد التلت أسئلة بتاعت الملكين أبشر بالذي يصرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول الميت من أنت يرحبك الله فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير يقوله أنا عملك الصالح يا طرع عملك الصالح هيكون بالجمال دوت ولا جماله قليل ولا ما فيش جمال خالص ولا ممكن يكون عمل طالح ويجيني واحد تاني بشكل تاني خالص هي دي رحلة أرواح المؤمنين هو ده المؤمن ودي حياته ده نعيمه ده المجد اللي ربنا بيكتبهوله في الظهر الآخرة يبقى الملك الموت ياخد روحه وبعدين وينادي النداء الطيب يا طوال نفس الطيب أخرجي إلى روحا وراحا ورب الراضي غير غضبان يمسك الروح الملائكة ما تسبهاش تاخد على طول في حالوت من الجنة وكافر من الجنة تطلع رحة المسك تملس سماوات السبع وبعدين يطلع به وبعدين الملائكة تقول روحه من هذي روحه فلان ابن فلان ثم يستفتح له ويشععه من كل سماء مقررون حد السماء السبع وبعدين اكتبوا كتاب عبد الفعلين وأعيدوه إلى الأرض في أني منها خلقتهم وفيها أعيدوهم ومنها أخرجهم طارة أخرى ثم تعاد الروح ثم الملائكين والثلاث أسئلة ثم بعد ذلك فأفرشوه من الجنة صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة يأتيه من رحية وريحانية ثم يفسح له في قبره مد بصري ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب والرائحة يأكل له أبشر بالذي يصرك هذا يومك الذي كنت توعد صبرت كتير وتعبت كتير وياما تعبت في قيام الليل وياما تعبت في لبس الحجاب في عز الحر وياما تعبت في صلة الرحم وياما تعبت في ذري الوالدين وياما تعبت في الصالة وقيم الليل والصيام لكن هتأخذ أجري ما يخطر على قلب مشر الله فأقوله من أنت في وجهك الوجه الذي يأتي بكل خير يقوله أنا عملك الصالح فيصرخ العبد في إز النعيم اللي هو فيه ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فيقال ليس الآن ولكن نم في قبري كنوم العروس يعود قديه المؤمن بقى في الرحلة الجميلة في القبر ديت كصلاة ظهر أو كصلاة عصر ده كان مختصر ورؤوس أقلام وموجز أنباء الآخرة في رحلة أرواح المؤمنين طب في المقابل يا ترى هتكون رحلة أرواح الكافرين شكلها إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله أن يرزقني وإياكم حصن القاتمة وأن يجعلنا وإياكم ممن ينعمون برحلة أرواح المؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة